نقابة المحامين تفتتح باب الترشح على منصب النقيب وأعضاء المجلس في السابع والعشرين من الشهر الجاري وتقرر عقد الانتخابات في التاسع من مارس القادم نقيب المحامين يشهد افتتاح نقابة إدفو بعد تجديدها وفرشها بأحدث الأساسات ومحام إدفو يؤكدون بأن الفساد لن يعود مرة أخرى لنقابة المحامين نقيب المحامين يفتتح نقابة كومومبو بعد إحلالها وتجديدها ومحام أسوان يشهدون بدور النقيب العام في الإفراج عن الزميل أسامة إبراهيم نقيب المحامين يلتقي وزير الإسكان لبحث المشاكل الخاصة بالأراضي والنوادي الاجتماعية بالمدن الجديدة النقيب العام يتفقد استراحات المحامين بأشمون ويؤكد بأنه أغلق منابع الفساد داخل النقابة نقيب المحامين يتفقدوا مجموعتان من الأراضي لتخصيص أفضلها لإقامة نادي لمحامي أشمون بالمنوفية النقيب العام يشهد تخرج الدفع السادسة من معهد محامات المنوفية لجنة المعاشات تنتهي من فحص ومراجعة 274 ملفاً استمرار معرض الكتب والموسوعات القانونية بنقابة المحامين حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري اشتركوا في القناة